سيد زرهام القيرة تفضلي سيد زرهام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخنا حدثك وانت فسرت لي لؤية قبل كده بان كنت انا حامل وان انا هجيب بنت واسميها مريم يا ربي بارك يا رب ربنا رزقنا بمريم الحمد لله وسميتيها مريم فعلا ربنا يوسع عليك في الرزق انت وجوزك وتكون البنت دي قرة عين لك لولدها ان شاء الله امين يا رب تحتام ما لما بقى انا حلمتي بيها حلم غريب شوية ان هي وهي كان عندها حوالي اربع شهور كده ان هي على هيئتها دي ولدت بنت وكانت جنبها نايمة جنبها فانا دخلت كده عليها فبكلم والدتي في الحلم بقول لها ازاي دي تفلى رضيعة ازاي تولد خليكي مع ما تفليش معاك كملي كملي ازاي التفلى رضيعة تولد دي عندها اربع شهور ازاي تولد بنت فقعدت مستعجرة جدا وبقول للماما يا ماما انت متأكدة ان البنت ديت الصغيرة ديت دي بنت مريم مش بنت انا طبع طبع ايوة دي بنت مريم فقعدت جنبها كده ومستغربة وبقول ايه طب ازاي طب يعني دي معجزة طب وجايش في باري ساعتها ستنا مريم ان ربنا يعني خلاها تولد وكده وما فيش انا متأكدة ان بنتي ما حدش لمسها طب ازاي طب دي كانت لستانة معجزة لستانة مريم نعم وجابت ولد طب ده زمن المعجزات خلص خلاص ازاي ده يحصل ازاي فوالدتي شلتها وقالتلي سيبيها لله نعم بالله استاذ الهرهاب خلصي او خلاص اه انت عارفة ان بنتنا مريم ربنا يخليها لك او حتبقى سبب السعادة والخير والرزق لك وليه لأهل بيتك يا رب بدليل اصلا انت عارفة ان الطفل ربنا قال يهبو او والهبة ده يعني عطاء او قالوا اذا بشرة احدهم بالانسة يبقى بشرة يبقى انت ما تشوفي مريم بنتك ولد التاني او صغيرة يبقى رزق ربنا يزود رزقك في بيتك انت وزوجك بسبب اه بنتك مريم امين يا رب طب ممكن حلم كمان والله اعلم وعلم ايه تاني عندك قولي اه حلمت ان انا وجوزي ماشيين في طريق وقال لي انا عزمك على الغداء ام النهاردة قلتوله ايه قال لي انا هاكلك بغبغان ام وقلتوله بغبغان هتاكلني بغبغان حتى بيأكل بغبغان ام فقال لي آه ده جميل جدا تعالي بس وكده فقال لي ده ده غالي مش رخيص ده بخمس تلاف جنيه ام وقلتوله خمس تلاف جنيه هنتغدى بخمس تلاف جنيه ام فقلتوله اخليهم يعني يرخصوا شوية فروحت للراجل اللي هو بتاع الكشير قلتوله لي هنقل بغبغان بخمس تلاف جنيه طب خليه حتى بألف جنيه احنا طلاب جمع بس انا وجوزي اساسا مش طلاب جمع ولا حاجة احنا مخلصين فقال لي لأ هو تام انه خمس تلاف جنيه فبقوله ليه ده ده ايه ده بغبغان ده فورغوني كده شكله كان لسه صح قال لي هو دوت اللي هيدرح لكم بغبغان بس شكله مش بغبغان كأنه عامل زي الصقر كده لونه فضي فبيض استعجبت قلت ده هنقله يعني مستخصراء يعني بس وصحيت وهو صحيح تابعيني وربنا يبارك في مريم وفي والدها والدتها والمسلمين أجمعين الزبح فداء الزبح فداء ولما أشوف بزات البغبغان اللي ربنا اداله ألس متعددة وليس لسان يقلدني أنا في كده ويقلد ده في كده ويقلد ده في كده ده حيبقى عندنا رزق متعدد بسبب اللسان سبب الايه اللسان والمال هنا خمس سلاف أو غيره وما ربنا قال فبعثوا أحدكم بورككم هذه للمدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه والفلوس دي للرزق ولما أشوف النجوزي يديني يهديني اللحم البغبغان أو يديني البغبغان والبغبغان له ألسنة متعددة يقلد أي حد اتكلم قدام منه ويعمله فده حتبقى عندي ألسنة متعددة في الخير وأنا بوصيك يا أم مريم اللسان بتاعك بقى متعددة عارفة بإيه أصلي على سيدنا النبي كل يوم قدي ما أقدر من صلى على سيدنا رسول الله ألف في يوم لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أخذ لساني يبقى رطب بذكر الله فاذكروني أذكركم لساني يخرج الكلمة الكويسة لحلوة واللسان ده بدل ما أنا أذكر عيوب الناس أبقى لسان خير وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمن لي ما بين فكيك وبين فخزيك أضمن لك الجنة وسيدنا النبي يقول لسيدنا معاز أو ما يكب الناس في النار على وجوههم اللي حصائدوا على سنتهم باللسان يبقى رطب بذكر الله وكسرت الصلاة على سنتنا النبي وجوزك اللي بيشترهولك يبقى إن شاء الله ربنا يجعل في لسانك الخير والسعادة وربنا يبارك في البنت اللي احنا بشرنا بيها قبل كده وبشرنا بالقرآن والسنة وكل إن أنا أشوف ويبقى اسمها مريم هذا يدل على أرزاق متعددة لأن ستنا مريم كلما دخل عليها زكريا المحربة واجد عندها رزقاء قال يا مريم وأنا لك هذا قالت هو من عند الله ده هنا وقفة الطيفة كده ناف فيها ده في بيت ستنا زكريا وهو عاوز الزرية برضو يلاقي فكهة الصيف في الشتة عندها ده المكان ده مبارك عشان ستنا يا مريم هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب من ذلك ذريات طيبة شف إنك سميع الدعاء يؤوم ربنا يقول لي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا طيب لما طلب الزرية قال ربي هب من ذلك ذريات طيبة شكرا